والآن متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية أخبار المال والأعمال مع مرنة إيهاب إليكي مرنة شكرا لكم إلهام واهبة والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء دعم العينية للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023 وأوضح المركز الإعلامي استمرار دعم العينية للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقة التموينية وذلك بما يعاد الوقيمة مخصصة لهم من الدعم والبال قيمته 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية يوصل معرض صنع في ضميات للأتات فعالياته في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر ويضم المعرض 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياتية دي السمع العالمية يستمر العشرات من أصحاب مصانع وورش الآثاف بمحافظة دميات في عرض منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية في تصميمات ترافية وعصرية أمام سكان القاهرة الكبرى بمعرض صنع في ضميات الآثاف في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالنسبة للمميزات هنا المكان فوق الوصف كتير جدا بالنسبة للعرض والعارضين والإدارة بتاعة المعرض ناس محترمة جدا بيتحدوا الصعاب كلها عشان يريحونا في العرض بالنسبة للتسويق التسويق هنا محترم جدا واحنا من ناحيتنا بنعمل عروض كل فترة واحنا نزلين بنعمل عروض عشان ننشط عملية التسويق بالنسبة للمنتجات بتاعتنا في ضميات احنا بنعمل أحلى جودة وأحلى حاجة يعني انت لو صارت حضرتك الموبيلية شغلة بسم الله ما شاء الله خشب زن روماني مبخر اخذ بال حضرتك وبنصدر بارة كمان السعودية الأمراض اخذ بال حضرتك شغلة على مستوى يعني الحمد لله فضل الله من عنده ربنا ان شاء الله جبنا شغل مصنعنا في القاهرة يعني جينا جبنا المنتج لما الحدو لما الهنا لما المكان يعني وصلنا للعميل تمام احنا جبين شغل المصنع وبنبيع بسعر تكلفة عشان الحق مع مبعات اكتر بالاضافة للمبعات احنا عادينا جودة ممتازة جدا المعرض في نسخته السادسة عشر منذ 2016 ودورته الثالثة هذا العام يضم 74 عارضا لأرض مجموعة متنوعة من الأفاث الضمياطي الفاخر في السمعة العالمية مثل غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة وصة تقفضات وعروض مختلفة وأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الشغل الضمياطي طبعا لا يقل عليه في مصر الناس معانه كويس جدا فحبنا بقى بعد ما بنسافر ناخد المشوارده كله لأنيجي هنا بقى نفرق ونشوف وانا بسم الله ما شاء الله شايف في خامات حلوة جدا وفي موديلات ممتازة جدا موديلات جميلة متنوعة الأسعار معقولة جدا بالنسبة اللي احنا بنشوفه برا الأسعار جميلة جدا خشب متين كل حاجة فيها جميلة ويأتي تنظيم معرض صنع في دمياط للأفاف في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط ويفتح المعرض أبوابه للزوار من العشرة صباحا للعشرة مساءا وحتى السبع عشر من ديسمبر إذن هي مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بقطاع الأفاف مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح أفاق تسويقية جديدة داخليا وخارجيا كاريم بيبرس التلفزيون المصري وفي أسواق بيترولا العالمية انخفضت أسعار النفطة مع تسجيل خام برينتا والخام الأمريكي أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور واستمخوف متنمية من الركود وتراجعت العقود الأجلالي خام برينتا بنحو يقدر بسبع من مئة بالمئة لتصل إلى 76.10 دولار للبرميل كما هبط خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية بنسبة 62 من مئة بالمئة ليصل إلى 71.2 من مئة دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له في 2022 وكذلك تراجعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 2.33 من مئة بالمئة لتصل إلى 2.81 دولار للترة في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبعية بنسبة 4.75 من مئة بالمئة لتسجل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية توقعت الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات نمو ومبيعة السيارات في الصين بنسبة 3 بالمئة فقط وذلك في عام 2023 لتصل إلى 27.16 مليون سيارة وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل بما في ذلك تباطئ انتعاج ثقة المستهلك بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية المرتبطة بفيروس كورونا في نهاية عام 2022 وقالت الرابطة أنه من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة تقدر بـ 35% لتصل إلى 9 ملايين سيارة انتهت جولتنا الاقتاضية العودة إليكم مرة أخرى هبا وإلهام أشكرك ميرنا